أربع جلسات نيابية ختم بها مجلس النواب الأسبوع الحالي في جدول عمال مزدحم بمشاريع القوانين أنها فيها قراءة ومناقشة حزمة من المشاريع فيما رفع المجلس خلال جلسة السبت الفقرة الأهم وهي انتخاب الرئيس أبرز المشاريع المدرجة على جداول الجلسات الأربع القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإغفاء القسري والقراءة ثانية لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات فيما صوت على قانون واحد وهو المساعدة القانونية بينما أعاد البرلمان تفعيل عمل اللجان النيابية والدور الرقابي طبعا المجلس فيه محورين أساسيا عمل اللجان النيابية وهي روح المجلس واللجان تقوم باستضافات مستمرة لحد يوم أمس كانت استضافة وزير الداخلية ورئيس مؤسسة المجتمع المدني والوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي اللجان جميعا هي تعمل والشطر الثاني الجلسات ونحن فقط في هذا الأسبوع عقدنا يعني أربع جلسات مهمة كان جزء منها عندها تشريع قوانين تساهم وتساعد يعني الحكومة العراقية على أداء واجبها ورغم غزارة الجلسات والمشاريع فإن القوانين المهمة لا تزال مطوية بعيدا عن قبات التشريع بانتظار التوافق السياسي ووصول رئيس جديد لمجلس النواب التتطلب المشاريع الجدلية توازنات سياسية تحقق تمريرها داخل بيت التشريع تعلمون المرحلة أكيد سوف تكون القوانين التي هي لا تتسهم بالمعارضة أو ما إلى ذلك التي هي تتسهم بسهولة المرونة أرى بأننا قادر على أمرار هذه القوانين ولكن القوانين التي تتسهم بأن يكون هناك توافق تام وكبير على حد من التوافق سوف لن يكون هناك القدرة والقابلية على أمرار هذه القوانين خلال جلسة اليوم أنهى البرلمان قراءة ثلاثة قوانين مع مناقشة التعديل الأول لمقترح قانون مكافحة البغاء مع التصويت على قرار استقطاع مليون دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب من دون إجازة رسمية غياب رأس السلطة التشريعية لأكثر من شهر يضع مجلس النواب أمام تحديين الأول تمرير المشاريع والثاني تحقيق التوازن السياسي المختل داخل المجلس من داخل مجلس النواب علي أسد يو تي في